أهلا وسهلا فيكن أحبائي متابعيني اليوم الفيديو عن الشيش أكلة كتير محبوبة وخاصة الأطفال بيحبوها كتير الشباب بيحبوها كتير رح نعمل الشيش بطريقة بسيطة وسريعة تتبيلة كتير لزيزة ممكن هاد الشيش نعمله بالفرن أو على الشواية على المقلاية على القريل على المنقل متل ما أنتو بتحبوه بس التتبيلة كتير طيبة هون عم قدموا بالساندويتش قطيف شي هيك نحط قطع الشيش مع سلطة الكولسلو مع البصل المشوي مع البطاطا المتبلة بالبقدونس والريحان أكلة لزيزة جدا طبعا كل أنواع السوسات بتنزل مثل الكتشاب ومثل المايونيز مثل ما أنتو بتحبوه تقطيعة الشيش تضروري تكون تقطيعة مالة للحجم الكبير لما تكون تقطيعات صغيرة بتنشف ممكن نستعمل الفتايل أو صدور الدجاج يعني اللي أنتو بتحبوه والتتبيلة بدي يكون فيها نوع من أنواع الحموض لبان خل أو الاثنين مع بعض هلأ التتبيلة كلية رح تنزل عندكم على الشاشة ابتدت أنا باللبان وبالخل ومجموعة من المطيبات كمان هلأ بتنزل عندكم على الشاشة ممكن تحطوا أي نوع من أنواع المطيبات بس هي النكهة كتير مميزة ومثل الشيش اللي منطلبه بالمطاعم النكهة الطيبة اللذيذة كما بدنا نضيف عليه هون دبس البنادورة ودبس الفليفلة هلأ بتنزل المقادير على الشاشة كما بدنا نحط نوع من أنواع الزيوت بدنا زيت هون حاستعمل أنا زيت الزيتون هلأ هالطريقة بتخليني أنا دوق التتبيلة قبل ما حط عليها الشيش يعني هلأ أنا بحط التتبيلة كلياتها وبضبط الملح وبضبط البهارات بزيد ملح قد ما بدي بزيد أي نكهة أنا بحبها لأنه متى ما حطينا قطع الدجاج ما عد فينا أندوق التتبيلة لأنه الدجاج بيكون ني ما نو مطبوخ فما بنقدر أندوق لذلك هون نحنا بنضبط كل التتبيلة ببهاراتها بالملح ضفت أنا رشة قرفة بدي ضيف توم التوم هو اللي بيعطيني النكهة الطيبة بدي معلقة كبيرة من التوم المهروس وبضبطها مثل ما أنا بحب هلأ هون حضيفها التتبيلة كلياتها فوق صدور الدجاج لمقطعها طبعا مخصولة بالخل وهلأ بنخلطها كتير كتير منيح وبخليها بالبراد مغطاية أقل شي ساعتين وممكن من قبل بيوم لسه بتطلع قطيب وقطيب لما منحطها من قبل بيوم هحط معلقة كبيرة اختيارية من الباربيكيو سوس اختياري هحطهن بالبراد وبعدين ممكن نحطهن بسياخ الشيش ان كان السياخ المعدنية او السياخ الخشبية هن حاشوي معهن بصل وممكن كمان اذا كان الشوي بدي يصير المساء او ممكن بدي يصير تاني يوم ممكن غلفة هلأ الصينية مثل ما هي وحطها بالبراد وهي مغلفة بالسياخ جاهزة مباشرة مثل ما عم تشوفوا داخل البراد جاهزة مباشرة لحطة حطة ان كان على المنقل وان كان على الشواية او حتى على المقلاية على الغاز اليوم دي اشويهم بالفرن رح اشعل الفرن الاعلى وحطهن على صينية الفرن والنار شاعلي من الاعلى ما بياخدوا معنا وقت بياخدوا معنا 15 دقيقة مع التقليد ناخد شيش طاوء من قطرة وقطيب النكهات والطعمات وفشوفكن بالفيديو الجاي